كل جزء من أجزاء الجسم يحدث في تغيير الشعر بخف بصير يتساقط بصير أخف العيون جوز النظر بصير يخف العظام بتقل كثافتها العضلات الجهاز العضلي نفس الشي بيقل مستوى العضلات في الجسم القلب ممكن يتأثر بزيد اللود على القلب كونه بتصير الشرايين والأوعية فيها تضيق أكتر وبتصير صلبة أكتر فمما يزيد الجهد على القلب وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم عشان هيك نحن نقول الفحوصات الدورية مهمة جدا أن أشيك من فترة لأخرى على كل شي فيما يخصني بشكل عام شيخوخة الجلد أو هرم الجلد بيكون بالعادة عندنا حقيقة ولكن بعيدة منحسها حقيقة ولكنها بعيدة عندنا إلى أن نبدأ برؤية التجاعد فبصير هذا خطر أو يدق نقوص الخطر بأنه شو ممكن نعمل أن نحافظ على وجهنا كيف ممكن نعالج هاي التجاعد طبعا في أسباب كتيرة ليش بيصير الهرم أو الشيخوخة وخاصة لماذا عمر الأربعين بالتحديد لأنه فعلا في عمر الأربعين تحدث تغييرات عديدة هذه التغييرات هي حقيقة وهي تحدث بالجسم كامل تشمل كل أجزاء وأجهزة الجسم ومنها طبعا الجهاز اللي نحن مهتمين فيه به هاي الحلقة اللي هو الجلد فهناك تغييرات كبيرة بتحدث بعمر الأربعين هرمونية هدم للخلايا تعرفي أنه الهدم والبناء بشكل عام مستمر ولكن بعد العمر الأربعين بصير الهدم هو الطاغي أكثر من البناء في كتير أشياء لازم نعملها للوقاية وإحنا لا يمكن أن نوقف عملية الهرم أو الشيخوخة لا يمكن إيقافها ولكن نحن نقدر نثبتها نقدر نساعد أنها تمرؤ هاي الفترة بسهولة ومرونة وبأقل الأضرار والخسار نعم إذا نحكي عن فرضا هيك بشكل سريع روتين يومي لازم أن نتبعه قبل ما نوصل لسن الأربعين حتى نحافظ على بشرتنا بسن الأربعين طبعا هو العناية يجب أن تبدأ بفترة العشرينات إذا كانوا هلا الصبايا اللي عم بيسمعونا والبنات بالعشرينات ما عم بيحطوا كريمات خاصة رح نحكي عنها على الأقل الأشياء الأساسية مثل الوقاية والحماية والتنظيف رح يعانوا من مشاكل كبيرة في المستقبل ومرات ممكن يكون علاجها صعب أو غير مجدي فقبل ما نوصل شوي للروتين بدي أحكي عن أكم تغيير مهمين اللي بحدثوا بالعادة شو اللي بيأدي إلى شيخوخة الجلد أولا بشكل عام مستوى الأستروجين إذا بنحكي عن المرأة بشكل عام مستوى الأستروجين في الجسم بيقل ولما يقل مستوى الأستروجين الجلد بفقد مرونته بصير أكثر جفافا ويصبح أكثر عرضة لظهور التجاعد من المشاكل كمان اللي منشوفها بعد عمر الأربعين ظهور تصبغات بالجلد كتير ناس بيجوا بيقول صار عندي تصبغات صار عندي في أماكن زي لطخات أو تصبغات أو بقع بنية موجودة في الوجه وممكن تكون كمان موجودة على الإيدين بالمناطق اللي صار فيها تعرض للشمس طبعا ظهور التجاعد السطحية والتعبيرية والعميقة بتصير درجات أو الإشي بتبلش بالتعبيرية وتنتهي بترهل الجلد بدي أحكي كمان إشي كتير مهم إنه بعد عمر الثلاثين كل سنة الوجه بفقد ملعقة صغيرة من الدهون من الوجه من الدهون اللي موجودة في الوجه نعم وطبعا كما بتعرفي الدهون مهمة جدا لامتلاء الوجه والتخفيف من التجاعد هاي الدهون تصير الدوب وبصير تنتقل من مكانها بتصير تنزل أكثر للجزء السفلي شناك منلاحظ هاي المنطقة بتصير هي مشكلة مع التقدم فيها ترخل والمناطق اللي تحت العين بتصير تفضى أكتر وطبعا هذا ممكن علاجه بطرق مختلفة ولكن بهمنا نعرف إنه مخزون الكولوجين بيبلش يقل إنتاجه بعد العشرين يعني نحن فعليا نبدأ نكبر بعد العشرين مش على الثلاثين ولا الأربعين هي بداية ولكن بتصير بتزداد سرعة لما نقرب على الثلاثين وبعدين بتصير أسرع بكتير لما نصير بالأربعينات خلينا نتحدث عن طرق العلاج يعني يمكن في سيدات يوصلوا لسنة الأربعين وما كانوا يعني ماخدين بعين الاعتبار موضوع إنه لازم يعتنوا ببشرتهم من عمر أقل فشو هي طرق العلاج وشو هي الحلول للتخلص من التجاعد يمكن نتخلص من هذا الترهل اللي يكون موجود في بعض الأحيان طبعا هناك أسليب ممكن تكون تداخلية يصير فيها تداخل وأشياء تعتمد علينا نحن كيف ممكن نحن نهتم بحالنا طبعا أول شي يجب أنه نهتم بالتغذية السليمة هذا مهم جدا وخاصة ننزل معدل تناول السكريات السكريات من أهم أسباب الهرم والشيخوخة للجسم السكريات بشكل عام إذا بدنا نفهم أكتر شو دورها بالشيخوخة السكريات ترتبط بالبروتينات في الجسم وبتعمل عملية اسمها هاي العملية بتخليه بصير فيه انحباس بالسوائل في الجسم وبتسرع من ظهور التجعيد نفس الشي التغذية زي الأكل المدخن أو المطبوخ على حرارة عالية الباربيكيو هاي الأشياء كلها هاي من الأشياء برضو اللي بتسرع عملية الشيخوخة في الغذاء السليم أنتبه على مستوى البروتينات بعد الأربعين أقل من الدهون والسكريات وأتجه أكتر للبروتينات والغذاء الصحي الخضار الفواكه اللحوم المفيدة زي السمك والدجاج وكذلك ناخد الفيتامينات اللازمة خاصة فيتامين سي وهناك فيتامين دي في كتير فيتامينات مهمة للأسف كتير في ناس بروحوا بياخدوها بدون استشارات طبية منسمعوا والله الأوميغا 3 مثلاً كتير منيح منبلش ناخد أوميغا 3 ياخدوه على شهور بدون دراسة بدون ما يكونوا بتحليل طبيب فالأفضل أنه نحن نغطي كل الفيتامينات والمعادن والأملاح في الجسم ولكن بطريقة مدروسة يجب أنها تكون تحت إشراف الطبيب عشان هو كمان يحكي لها شو الأشياء لأنه نحن لا يمكن نعيش بنوع واحد من الغذاء وكذلك الفيتامينات نحن بحاجة لأكتر من نوع كيف ترتيبهم وكيف ناخدهم إيش قبل إيش يجب أنه يكون تحت إشراف طبي أكيد يمكن هون بدنا ننوه بأنه حتى يمكن للأشخاص اللي بياخدوا فرضاً سبليمينت وهم من دون استشارة طبية وبدون ما يعملوا التحليل أكيد ممكن توصل لسمية طبعاً الواحد لازم ياخد حيطة وحذر بما يتعلق بهذا الموضوع ودائماً يرجع للمختصين وأطباء هم موجودين دائماً عشان يساعدون بهذا الموضوع طيب يعني الدكتوري إحنا منعرف أنه في تغيرات بتصير على البشرة بعد سن الأربعين ولكن كمان في تغيرات تانية بتحدث عندي المرأة بعد سن الأربعين نتحدث عنها هيك بشكل سريع التغيرات اللي بتحدث في المرأة بشكل عام وعند الناس كلها هي أنه كل جزء من أجزاء الجسم يحدث في تغير الشعر بخف بصير يتساقط بصير أخف العيون جوز النظر بصير يخف العظام بتقل كثافتها العضلات الجهاز العضلي نفس الشي بيقل مستوى العضلات في الجسم القلب ممكن يتأثر بزيد اللود على القلب كونه بتصير الشرايين والأوعية فيها تضيق أكتر وبتصير صلبة أكتر فمما يزيد الجهد على القلب وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم عشان هيك إحنا منقول الفحوصات الدورية مهمة جدا أني أشيك من فترة لأخرى على كل إشي فيما يخصني كل جزء بالجسم بهرم هاي وحدة واحدة فكل جزء لازم أنتبه عليه العيون والوضع الطبيعي هذا الشعر الجلد طبعا فلازم ما نغفل كمان على الأشياء اللي نحنا مو شايفينها إذا نحنا مش شايفين عضلت القلب مثلاً هذا لا يعني إنها مش بحاجة لتشييك ولا في داعي أستنى لأبلش أحس بأوجاع أو أحس مثلاً بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع السكر وبالطالية يحتاج بعدين هذا طبعاً إلى أدوية وطرق مختلفة الهدف من كل هذا الحكي الوقاية الهدف إنما نوصل إلى مراحل صعبة وبتحتاج إلى تدخلات نعم نعم إذن شكراً لوجودك معنا دكتورة كاترينا أبو فارس أخصائية أمراض جلدية وتناسلية شكراً لوجودك معنا شكراً للمشاهدة